نستهل جولتنا في قراءة الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين حيث أفادت صحيفة الشعب أن البيانات البحثية حول اللقاح السينوفاك الصيني التي نشرت السلطات الصحية الشيلية الأسبوع الماضي أظهرت فعالية مرتفعة لللقاح وأوضحت اليومية أن البيانات أظهرت أن اللقاح السينوفاك ضد كوفي 19 فعال بنسبة 67% في منع العدوى و 80% فعال في تجنب وقوع وفيات وفي الهند ذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ألغى تجمعا انتخابيا كان مقررا عقده اليوم في ولاية البنغالي الغربية ليرأس الجماعات رفعة لمستوى في ديلهي لبحث الحالة الوبائية المستعرة في البلاد وفي أندونيسيا لفتت صحيفة سدي جاكرتابوس أن قادة دول الأسيان سيجتبعون نهاية هذا الأسبوع لمناقشة الأزمة الدموية الدائرة في ميانمار بعد الإنقلاب وأضافت الصحيفة أنه أول اجتماع غير افتراضي يُعقد للأسيان منذ بداية الجائحة مبرزة أن الأمال في التوصل إلى حل سلمي في ميانمار تعتمد على نتائج هذا الاجتماع رفيع لمستوى